بإذن الله عندي تفاصيل كتير وعندي حواديد كتيرة جداً ياعم لكن خلينا نبدأ بحدوتة أحمد فاتحي لأنه ناس كتيرة عايزة تعرف خلاص قرار أحمد فاتحي مش هجدد بأمر واقع الموسم حينتهي إمتى؟ لو جبت مين مش هيقولك لا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في إفريقيا ولا في آسيا محدش يعرف حاجة حتى بللروسيا زي ما قلت لكم كانوا فاتحين سيدرهم لغوا دوريات النشقين ودوريات الشبات وأكيد دور الكمان للكبار وكله كله تم إلغاؤه فخلاص العالم كله أصبح متوقف خلاص طيب إيه اللي هيحصل في موضوع أحمد فاتحي؟ الموضوع شائك قوي قوي ليه؟ لأنه فيه توجه فيه توجه ولو يكون بسيط كده ويسير إنه تكمل الدوري ده الموسم ده يكمل من بداية الموسم القادم وكان إنفنتينو قالك إنه الانتقالات حنأجلها لشهر يناير وبالتالي اللي كان عقده ينتهيه في شهر ستة ينتهيه في شهر يناير حضراتكم مركزين معايا؟ أكيد واخدين بالكم اللي أنا بقوله يعني طيب لو في يناير والموسم يخلص في اتناشر هتضغط بقى موسم والدنيا بدل ما كان ناسا بتخلص في إنجلترا في شهر خمسة تخلص في شهر سبعة ده الموسم الجديد وبعدين بعدك هتبقى شهر ستة وبعدين لحد ما يرجع يلعبوا ما تشات كل تمانية اربعين ساعة ده إذا حصل يعني إذا إذا حصل يعني فرضا أو خلاص الموسم يتلغي هترجع لأن دولك لا طبعا أنت مشيت لي موسم لغت لي موسم وأنا كنت مثلا مثلا جايب رمضان صبحي عرب مبلغ وقدره ما لعب ليش نصه أو أحمد فاتحي ليه عقد معاما لعب ليش لسه هيبقى فيه جدل كبير جدا في الفيفا جدل كبير جدا في الفيفا بشأن هذا الأمر خلينا نروح للشكل اللي ممكن يكون إيجابي إيه هو إنه يبقى فيه استمرار موسم يبقى طالة أمد القيد طيب نروح لحالتين في النادي الأهلي الحالة الأولى هي رمضان صبحي طالما بتطيل أمد القيد خلاص ما عندوش بقى مشكلة آآ آآ هيكمل لحد مثلا شهر 12 ثم يتاجي بسلامة اللي أنجلترا ده تبقى لقرارات الفيفا طب أحمد فاتحي المعلومة المؤكدة إنه فيلر قال ده رعيب عندي حستفيد منه حتى آخر مباراة ليه معايا أنا بقول لحضراتكم المعلومة المؤكدة إنه أحمد فاتحي هيكمل مع فيلر ليه النهاية يعني بقولوا فيه حالة من الرفض داخل النادي الأهلي لإعادة المحاولة في إخناعه بالعدول على قراره آآ بعد عدم التجديد يعني رغم إنه في أسوات بتقولوا إنه يكمل ووووو حاجات كده يعني لكن أنا بقول لكم على موقف المدير الفني وبقول لكم على معلومة مؤكدة طيب أنا الحقيقة مزهول من كل شو قلق البديل البديل وكأنه النادي الأهلي معندوش زهير أيمن يا جماعة النادي الأهلي عنده زهير أيمن منتخب مصر محمد هاني فمتقولش البديل بتقولوا الأهلي آه محتاج ممكن يكون أهلي محتاج وانا قلت كل الاسماء وهو الرجل بيحب كده يحب عنده مثلا في الشمال على معلول ايمن اشرف مثلا او محمود وحيد مثلا بس وحظة محمود وحيد ده لعيب هايل بس الاصابات اثرت عليه كتير للأسف الشديد يعني فيبقى عنده مثلا احمد فاتح محمد هاني محمد هاني احمد فاتح حتى في القلب تلاقيه بيعمل روتيشن ياسر مع سعد سمير قبل الاصابة مع ايمن اشرف مع رامي ربيعة مع محمود متولي هكذا يعني هو واضح انه فيلر عارف اللعبة دي بلعبها بزكاة شديد جدا فعمل يعني حماس عند اللعبة طول الوقت فالقصة بالنسبة لنحية اللي مين عنده محمد هاني وانا قلت لكم بارة عنده اكرم توفيق انا منزلته مصمم على رأي اكرم توفيق الناس بها بتتكلم على بارة المحمدي بتتكلم على كريم العراقي بتتكلم على اسماء رجب بكار اسماء كتيرة بتكلم على حمد النجاز اسمه تردد بقوة كمان قد تكون كلها اكتهدات قد تكون حقيقة لكنه ما قال قال لي مش هيفوت خمسة باكرايت يعني يعني حيلعب الماتش الجيم كله حيبعمل كده مسلا ناحية الليمين حيبكله شغال لليمين دور بس ما فيش غير كده يعني ولا ايه وممكن ايجيب لعيب وممكن يبص لخطوة عن النشئين وهي فرصة برضو ان انت تبص لخطوة عن النشئين يعني فالامر بالنسبة للنادي الاهلي في موضوع الباكرايت هو مستقر على محمد هاني دلوقتي لكن احمد فتحي موجود وحيشارك لو النشاط رجع خدها مني عشان هدراك تبقى عارف ماشي كده ادي واحد اتنين موضوع تجديد فيلر محسوم محسوم خلصان بس الاهلي بالتأكيد عنده مشكلة دلوقتي في الفلوس زي برشلونة زي ريال مدريد زي مانشستر اونايتل زي مانشستر سيتي زي الزمالك زي الاسماعيلي مفيش ما انتا بيجيلكش فلوس ما بيجيلكش داخل فبالتالي لازم هيوصلوا ليه الية ازاي الراجل يجدد ويصبر عليهم في موضوع الفلوس الاجانب انتو عارفين عاملين كده واحد زي دو احد يساوي اتنين لكن هو العالم كله متوقف مش في مصر بس فيلر عايز يعد ايوه عايز يكمل خدها مني بقى خد مني كلام هنا مضمون بنسبة مية فيلر يريد ويود ويحب ويتمنى ويأمل في حاجة تاني يريد ويحب ويود ويأمل ويتمنى في حاجة تاني انه يكمل مع النادي الاهلي اعكسه بقى النادي الاهلي يرحب ويؤكد ويعشق ويتمنى هو الاخر ويعني كل الحاجات دي وجود فيلر ابقى الاتنين راضيين خلاص فيش مشكلة فموضوع فيلر مع الاهلي خلصان بس الدنيا تتطبح تكلموا بقى في الفلوس في زيادة شوية في تقليل شوية في المبلغ كما هو والرجل قاعد بجهازه الفني الاجنابي وعنده كابتن سيد عبدالحفيز مدير كورة وعنده كابتن سامي عمصان موجود في الجهاز المعام خلصنا كده ده موضوع انتهى تهينا منه اشتركوا في القناة